اهلا بحضراتكم من جديد وبينضم اليه الان ويشرفني الصديق العزيز الدكتور سرد خرباو المحامي والخبير في شؤون الجماعة الارهابية دكتور سرد مشرفني ومنورني وفعلا سعيد بوجود حالك معي انا شرف لي الحقيقة ان انا اكون معاك يعني انت قيمة اعلامية كبيرة جدا جدا نورت الطريق قدام ناس كتير كل الناس شافت الحقيقة من خلال الجهد اللي انت بزلته حتى المقدمة اللي انت قدمتها في تناقض جماعة الاخوان ما بين كلام الايجابي وكلام السلبي عن الشخص لما يختلفوا معاه هي كانت مقدمة جميلة جدا جدا دكتور سرد يعني خلي الناس كلها متابعة ما يجري فيه الملف التونسي وهذا الرجل الذي وصل الى قصر قرطاج بيتحدث اللغة العربية الفصحة ويبدو عليه سمت رجل متدين فظن الاخوان انه قد يكون صيدا سهلا لهم فقالوا فيه ما قالوا وانه عمر بن الخطاب كما قيل ليس يعني نوع من التطخيم يعني والان حينما اختلف معهم اهلوا عليه الطراب وقالوا بانه ربما كفروه انا لا اريد ان اتحدث عن لحظة الرهنة انما اغوص في الاعماق تنظيم الاخوان في شمال افريقيا في ليبيا في تونس في الجزائر واحنا شرطنا العشرية السوداء في باقي البلاد لانه عبر زيول القلب اللي في مصر عندما توقف القلب في مصر او الرأس في مصر ما زالت هناك زيول تلعب وتعبث في الدول المحيطة بنا ملتحف بما يسمى به تجربة دستورية تعايش الى اخيره راشد غنوشي هذا ناعم الى حد كبير تربى في فرنسا تحدث الفرنسية لديه علاقات وطيضة مع منظمات المجتمع المدنة الفرنسية استطاع انه هو يصل الى مواصل اليه عبر صندوق الانتخاب كيف تقيم تحركات الاخوان بعد سقوط الاخوان في مصر هو اولا بالنسبة المشهد اللي انا شفته حضرتك حطيته لما بيكون الشخص هما متصورين انهم يقدروا يسيطروا عليه يقولوا ده سيدنا وابن سيدنا زعيمنا وابن زعيمنا فلما يتضح ان فيه اختلاف يقولوا سفيهنا وابن سفيهنا فنفس الموقف ده بالضبط اللي لما نستحضر من السيرة النبوية ونلاقي انه اليهود عملوا نفس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الامين الاول فهنا المسألة يعني بتبقى متعلقة بانهم عندهم تصور قدرة على السيطرة على الشخص ده كان عندهم تصور انهم يقدروا يسيطروا على جمال عبد الناصر فشوف لما نيجي نقرأ الاخوان في الشهور الاولى لصور الثلاثة وعشرين يوليو واثنين وخمسين كانوا بيقولوا ايه على جمال عبد الناصر كانوا بيقولوا عليه العادل الامين ثم ماذا قالوا بعد ذلك في التاريخ عن جمال عبد الناصر وحتى الان وحتى الان وجردوه من كل فضيلة حتى انهم يروحهم ايلين زي ما قالوا على مصطفى كمال اتاتورك انه هو ام يهودية وجمال عبد الناصر نفس البصمة هي هي نفس الاكاديب هي هي نفس المفردات نفس المفردات هي هي بلا اي تغيير على الاطلاق إزاي برضو استقبلوا الرئيس سيسي لما أصبح وزير للدفاع إيه الكلام الحلو إيه الغزل الجميل اللي قالوا لأنهم كانوا متصورين رجل قال عليه رجل منزهب وكمان وزير بطعم الثورة وكلام جميل جدا ثم ماذا قالوا بعد ذلك ولطقوا حوائط الجدران في كل مكان باتهمات توجه للرئيس سيسي نفس الاتهمات التي وجهت من قبل جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر ومصطفى كمال أتاتورك ودلوقتي لقيس سعيد ودلوقتي لنفس الشيء لقيس سعيد حضرتك واريتنا برضو مسألة الكلام الجميل اللي وصلوا لدرجة أنه وكأنه عمر إذن الخطاب وكأنه هذا الرجل العادل هذا الرجل الذي يتحدث باللغة العربية الفصحى كأنه دي بتبقى مكرمة يعني للشخص ثم بعد ذلك من نفس الشخص مش من شخصيات تانية ماذا قالوا عن هذا الرجل لمجرد أنه اختلف معه لم يكن اختلاف قيس سعيد مع حركة النهضة أو حزب الإخوان هناك اختلاف حوالين توجهات دينية أصلا لا ده انتوا فشلتوا انتوا وقفتوا تشكيل المحكمة الدستورية عبر سنوات المفروض كانت تتشكل في موعد أقصى في منتصف 2015 كما حدد الدستور لغاية دلوقتي انتم موقفين تشكيل المحكمة الدستورية لأنكم عايزين تسيطروا عليها برضو في تحقيقات التي تمت في مسألة اغتيال شكري بالعيد ومحمد البرهمي اللي اغتيلوا في 2013 شو بيعيد شكري بالعيد سيناريو فرق فودة في مصر بالنصر يوم 5 فبراير سنة 2013 يطلع في مدخلة ويتكلم شكري بالعيد عن أن جماعة الإخوان النهضة في تونس ستسلك طريق الاغتيال وأنها تجاهز نفسها لتكوين تنظيم سري يقوم بالاغتيال ده يوم 5 فبراير يوم 6 فبراير تم اغتيال شكري بالعيد قدام بيته بخمس طلقات رصاص بعده بخمس شهور برضو قدام محمد البرهمي وجهوا 14 طلقة عليه وقتلوه لأنه مجرد معارض لم يحمل سلاح ضد النهضة لم يقف ضد الإخوان هناك إلا بالكلمة إلا بالرأي إلا بالفكرة ومع ذلك قتلوه لأنهم لا يتحملوا أبدا أم تكون هناك فكرة مناهضة لفكراتهم وبعدين ييجي اليومين اللي فاتوا تعرف أن سارة بنت محمد البرهمي وزوجة محمد البرهمي تقدموا بشكوى ضد من 3-4 أيام ضد حركة النهضة لأن فيه تهديد بالاغتيال ليهم لأن بنته سارة بتقود حركة توعوية في الجامعة هناك ضد حركة النهضة النهضة وحزب الإخوان فجت لهم تهديدات والتهديدات دي جاي من مين؟ جاي من التنظيم السري للإخوان أنا عايز أقول إن هناك تنظيم سري لجماعة الإخوان في تونس أصبح الأمر لا خفاء فيه ليه؟ فيه واحد مثل مصطفى خدر مصطفى خدر دوة التابع الأمين كان لراشد الغنوشي كان الرجل الذي يلازمه كظلهي وجه القضاء التونسي مؤخراً اتهام بعد قد إيه؟ 8 سنين بتجرى تحقيقات وجماعة الإخوان هناك تعرق للتحقيقات ليه؟ في مقتل سكري بلعيد ومحمد البرهمي ليه بتعرق لهم؟ لأنه لو استمرت التحقيقات بشكل واضح هتكشف التنظيم السري هتكشف التنظيم السري وتكشف إدارة راشد الغنوشي نفسه اللي هو داعية الدم يعطيك من طرف اللساني ده راشد الغنوشي حلاوة نعم نعم ويزوغ منك كما يزوغ السعلب هو كده راشد الغنوشي وده طبيعته وهو معروف كده في وسط التنظيم الدولي أده حلو الكلام إن الكلام بتاعه بيقوله تصبح بالنهار تدوبه شمس الحقيقة ما يكونش له وجود على الإطلاق فدلوقتي التمويل الذي يتلقاه راشد الغنوشي شخصيا وتدخم سروته هو أعتقد أن الكلام ده هو يثار فقط أمام جهات التحقيق ده مثار وفيه وعامل مشاكل داخل الإخوان في تونس حركة النهضة في تونس نفسها لدرجة أنه معرقل عقد المؤتمر العام لحركة النهضة في تونس كان مفروض تنعقد السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي معرقلها ليه؟ ده فيه أكتر من نيت واحد منهم رفيق عبد السلام جز بنته جز بنته الغنوشي شخصيا ضده ووقعوا وقالوا أنه يعرقل أي تغيير في السلطة المسألة اللي هو بيقول لو جلس عمر بن الخطاب على كرسي السلطة سيكون مستبدا وكأنه هو يتحدث عن نفسه أنه هو المستبد هو مستبد حتى داخل النهضة رافض تماما أي تغيير فترتب على كده إيه؟ لازم نعرف أنه فيه خلافات داخلية قوية داخل النهضة داخل النهضة نفس الصورة الكربونية من الخلافات داخل تنظيم الإخوان اللي موجود في تركيا آه بالضبط برضو خلافات مالية مجدينية مش عقائدية مش خلافة على توابه لا 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 منهاش علاقة لا بس لما نلاقي واحد زي عفتاح مورو عفتاح مورو ده كان جيه مصر بعد أحداث يناير وقعد واستطم استضافته في التليفزيون المصري وببعض القنوات واتكلم ونال إعجاب البعض لأنه كان بيتكلم متحدث آه متحدث نادق جدا وهو محامي وبارع في الكلام وبيتكلم عن أشياء يعني تعتبر يعني في لغتنا وكأنها تنويرية براقة صحيح براقة لكن عفتاح مورو مع وانا كنت دخلت مع فتاح مورو في قناة سكاي نيوز من حوالي خمس سنين في موساجلة وكان هو في لندن ساعتها وانا كنت في أبوزاري هو مزال تنظيميا بس استقال من مواقعه التنظيمية داخل التنظيم ده اللي حصل من عام أو أقل من عام استقال وابتهم راشد الغنوشي بالاستبداد وقال أنا عدت مواطن تنسي لعلاقة لي بأي مسئوليات تنظيمية داخل حركة النهضة هو صحيح له مشروعه اللي يعتبر كأنه مشروع تجديدي في حركة الإخوان يعني بينتمي ومزال زي أبو الفتوح مثلا زي أبو الفتوح مثلا إلا أنه بيقول كلام في منتهى الخطورة ألا أخشى أن يضطر الغنوشي إذا وقف الشعب ضده إلى استخدام العنف واستخدام السلاح معنى كده أن عفتاح مورو عارف شخصيته شخصية وبس وعارف أن فيه تنظيم مسلح أصلا هستخدم العنف إزاي هيمسك تنظيم سري ويطلع بنفسه لازم يكون فيه تنظيم سري وتحدث صراحة عفتاح مورو عن خشيته من أن يتحول تنظيم الإخوان هناك إلى تنظيم يعني دموي ده برضو قد فكرة عن أنه وكأنه يلقي بالتبعات على اغتيال الاتنين السياسيين الكبار في تونس على حركة النهضة مصطفى خضر الذي أوقفه زعيم التنظيم السري اللي هم مسميين التنظيم السري هناك إيه كتيبة جنود الخلافة ده الإسم المستخدم للتنظيم السري للإخوان في تونس كتيبة جنود الخلافة وسنسمع عن كتيبة جنود الخلافة في خلال الأيام القادمة أتوقع أنها تتحرك أتوقع أنها تتحرك التويتات اللي حضرتك عرضتها اللي راشد الغنوشي بيقول فيها إن إحنا يعني سترق دماء يعني في حاجة سترق ما معنى الترق هو بيتكلم عنه وبرضو لما قال وجدي غنيم السفيه وصدقت في وصفك له لما قال يجب أن تراق الدماء يعني دعوة ليه هذا التنظيم السري أنه هو يستيقظ يطلع بس مصطفى خدر اللي هو القائم ده تم إيقافه مؤخرا بتهمة اغتيال أو المشاركة في اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي فهو موقوف حاليا كون أنه الاتهامات المالية أيضا في قرار في منتهى الزكاة استخدموا قيس سعيد بأنه جعل من نفسه وفقا لصلاحيات الدستور نائبا عاما هذه دي أخطر نقطة صحيح ليه لأنه التحقيقات بقى للإخوان والنهاردة يعني يمكن في شريط الأخبار عند حضرتك الاثنين المحامين بتوع شكري بالعيد ومحمد البراهمي مقدمين واستنداتهم مقدمين وصائق بتثبت أنه فيه تمويل كان بيجي كتير لراشد الغنوشي في القضية بتاعة اغتيال السياسيين دول والمهم بقى في القصة لما نيجي نقرأ الوصائق دي يا أستاذ ناشئت هيتضح أنه باين أنه فيه تبرعات فلما بدأت النيابة في كشف الشخصيات التي تبرعت اتضح أن هذه شخصيات ماتت منذ زمن يعني هم حطين أسماء واهمية لشخصيات بتتبرع مين الشخصيات الأصلية مين بقى الأصلية مين خصوصا أنه بعد هذه التبرعات جاءت من انجلترا تنظيم الدولي مقر تنظيم الدولي عبر تحويلات بنكية في حسابات إلى راشد الغنوشي شخصيا فلذلك كون أنه هو يعني تتخذ إجراءات قانونية في الفترة الحالية نلاحظ مبارح بدأ راشد الغنوشي حاول يهدي بقدر الإمكان وبيدعو إلى عمل حوار وطن حوار مجتمعي عايز يتجاوز أن يعود المسؤول عن هذا التنظيم إلى التنظيم الدولي يعني دلوقتي راشد الغنوشي على تواصل مع تنظيم الدولي اللي يأتمر بقى وامره آه طبعا إبراهيم منير حدث تواصل ما بين راشد الغنوشي وبين إبراهيم منير قال له في البداية ينبغي أن يتم التصعيد فكانت تصريحات وأن يتم هناك اعتصام لذلك حاول يعتزم حوالي البرلمان حوالي البرلمان حاولوا أنهم يتواصلوا مع شامل مشيشي رئيس الوزراء علشان خاطر يقول لا أنا رافض القرارات بتاعة قيس لم ينجحوا في ذلك آه لا ده أنا عايزة أقول لك إيه بقى يعني وقد كشفها لي الصديق العزيز أكرم خزام آه أكرم خزام الذي كان مراسلا لقناة الجزيرة في موسكو أيها صحيح وهو من الإعلاميين الكبار فأنت تعرف ليه تم إيقاف بث قناة الجزيرة في تونس ليه قال لي لأنه اتضح من مكالمات رصدها الجهاز الأمني للرئيس التونسي ما بين قناة الجزيرة وما بين هشام المشيشي رئيس الوزراء أنه بيقولوله أنه في تعليم يعني شخص من قناة الجزيرة أنه إحنا نيجي نصور معاك وتعلن رفضك لقرارات الرئيس وأنك ستمارس مهامك ودي التصريحات اللي صرح بيها أعضاء حزب النهضة أو حركة النهضة أو المبارح لو تلاحظ في نفس الوقت اترصدت المكالمات دي فأكرم خزان بيقول أنه على الفور تحركت الجهات الأمنية وذهبت إلى هشام المشيشي وعندما عرف أن الأمر افتضح قال لهم يعني أنا سأمتسل إلى قرارات الرئيس وأصدر بيان ورفضاً فبالتالي كان يجب أن يتم إيقاف قناة الجزيرة هناك العهد على أكرم خزام المتواصل مع شخصيات داخل قناة الجزيرة فهنا لما نجد أنه لا بنا سنعيز أرجع للتواصل ما بين رشد غرنوشي وبين إبراهيم مونير يبقى هو اللي بيحركوا المهندس العملية من لندن من لندن إبراهيم مونير وإبراهيم مونير معه مجموعة دايماً بيستشارها في مثل هذه الأمور منهم حلمي الجزار وبيكونوا على تواصل مستمر اليوم التالي كان مسألة التهديئة ابدأ بقى طالما فشلته في الحشد هدي هدي بقى وقول أنه نعمل حوار مجتمعي ورحب بأنه يتعمل انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية مبكرة لو تم هذا الأمر يا أستاذ نشأة ده أمر في منتهى السوق إحنا مش كنا بنطالب به هنا في مصر لا هناك جماعة حركة النهضة هي الأكثر تنظيما من أي حزب آخر في الشارع صحيح فيه إحساس بفشل حزب النهضة في حل المشكلات الاقتصادية ومواجهة جائحة كورونا ووصل الأمر إلى حد لا يطاق وصلت البطالة يعني وفقا للخبراء الاقتصاد تقترب البطالة من 30% وده حد غير مسبوق في تونس على الإطلاق لم يعد هناك موارد وليست هناك سياحة وتعتبر هي الموارد الأول في تونس لدرجة أن المؤسسات الدولية المالية التي تقوم بإقراض الدول ترفض إقراض تونس وقد تصل تونس إلى حد الإفلاس قد تدخل في مشاكل متفاقمة كما يحدث في لبنان ده مش هيولد عند الرأي العام غضب من هو فيه غضب فعلا هو فيه غضب فعلا لدى الرأي العام بس ينبغي للرأي العام أن يدعم الرئيس التونسي الرئيس التونسي والكلام بتاعهم أنه هو عمل انقلاب سياسي أو انقلاب دستوري كلام غير صحيح هو استخدم الصلاحيات التي أعطاها له الدستور وهو أصلا فقيه دستوري دي هم اللي قالوا عليه أنه فقيه دستوري شوف الدستور اللي هم وضعوه في المادة 80 بتقول أنه له الحق أنه يتخذ الإجراءات دي استثناء بعد استشارة رئيس ورئيس البرلمان ورئيس البرلمان وهو قال لهم الاستشارة يعني هو يكفي أن يستشير وليس وليس ملزما بالموافقة بالموافقة صحيح لو كان المادة قالت أنه هو بعد موافقة بعد موافقة كانت هنا نوقف ونقول لا مش من حقك لازم تستنى الموافقة إنما ده بعد استشارة وهو الرجل صلى على أنا كلمته في تليفون وقابلت التاني خلاص انتهت القصة وكل الصلاحيات التي أعطاها لنفسه صحيحة وفقا للدستور فبالتالي ليس هناك انقلاب دستوري ولا يوجد شيء اسمه انقلاب دستوري على الإطلاق دي دي تعبيرات لا علاقة لها بالقانون ولا علاقة لها بالدستور إلا أنه متى يقال أن تطبيق الدستور يعتبر انقلابا على الدستور صحيح الرجل نفذ مادة موفيش محكمة دستورية لأنهم رفضوا وهم المعطلين التشكيل وهم المفروض البرلمان يختار أربع أعضاء في تشكيل محكمة دستورية المحكمة دستورية هناك بتشكل من 12 عضو أربعة بيختارهم الرئيس أربعة بيختارهم مجلس القضاء الأعلى أربعة بيختارهم مجلس النهوب هم معطلين لأنهم عايزين يسيطروا على المحكمة دستورية بيعتبر أن لها سلطات كبيرة وواسعة فبالتالي إذا كان القانون قال أنه لازم يكون فيه شكل من أشكال التوافق ما بين الرئيس والمحكمة دستورية طب ما هو ما فيش محكمة دستورية وانتوا اللعطلتوها الرجل هيعمل إيه فمسألة برضو التغييرات التي قام بها سواء بإقالة إبراهيم البرتاجي أو وزير الدفاع أو حسناء سليمان وزيرة العدل دي شخصيات كانت قد تجد حرج ويبدو أنها تحدثت مع الرئيس أنها تجد حرج فلذلك نحاها من المشهد أنت هتجد حرج أن أنت توقف مع قراراتي يبقى مع السلامة فمسأة إبراهيم البرتاجي ومسأة حسناء سليمان القائمة بأعمال وزيرة العدل أو وزير العدل لكن هو لازم يحصل شوية حاجات أستاذ ناشط لازم الأحزاب السياسية هناك تقف معاه وقفة قوية هو له أحزاب تؤذره كل الطيار المدني منفروض بكامل التحدي الشغل العامل والتحدي الشغل يعني وقف قال احنا بندعم قرارات الرئيس ده أهم كيان سياسي ده أهم كيان سياسي أهم كيان مجتمع طبعا لأن ده تحدي عمال وده التحدي قوي وكان له دور كبير قوي في كل الفعاليات السياسية في كل الفعاليات السياسية من بعد انتهاء حكم زين فالدكور سروت هل ترى أن هناك رابطا قد يربط أو قد يظهر خلال الآمن القليلة القادمة بين إخوان ليبيا بعد تصريحات خالد المشري المسؤول عنهم رئيس مجلس الدولة في ليبيا اللي بيرفض قرارات الرئيس التونسي وهل هذا يمثل خرقا للقواعد الدبلوماسية وهل هناك تواصل بين الإخوان الموجودين في شمال إفريقيا سواء القواعد الإخوانية في الجزائر إن كان ده موجود أو في المغرب العربي في بلاد المغرب هل يمكن أن يكون هناك مساندات إخوانية عن طريق تنظيم الدولي أوامر لهم هو طبعا سيكون فيه مساندات التنظيم الدولي سيوجه إلى أن تكون هناك مساندات قوية لتنظيم الإخوان في تونس لكن أنا ملاحظ أنه أظن أن الجزائر أصدرت حكومة بيان مع الرئيس التونسي المغرب أيضا أصدرت بيان بيقيده إحنا هنا في مصر صحيح يمكن للحكومة في بعض الأحيان ضرورتها لكن للشعوب خياراتها والأحزاب السياسية خياراتها فإحنا كلازم أنا ما سمعتش لسه لغاية دلوقتي من أي أحزاب سياسية في مصر رأي واضح وصريح في دعم الرئيس التونسي في مواجهة حركة النهضة هناك حركة كلمة الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية دور لا ده أنا بطالب كنت بتكلم في التليفون مع أحد الأصدقاء الكبار في الحزب الناصري فبقول له يعني متى يذهب التيار الناصري يقف يعني قيس جيه هنا في مصر وزار قبر عبد الناصر وكتب كلمة رائعة في دفتر التشريفات فمتى يذهب عدد من التيار الناصري لدعم الرئيس هناك هو محتاج دعم الحقيقة برضو وجود الرئيس التونسي في المشهد في المقدمة والجيش في الخلفية ده يمكن مش مدي زخم شعبي تعرف لو الجيش هناك في تونس وقف موازي له بالزبط ده ممكن يعمل زخم في الوضع في تونس ممكن التركيبة الداخلية في تونس والثقافية لها وضعها طبعا وإحنا في مصر طبعا ما ندخلش في سنشاءنا حتى نحن بكلم بشكل عام وإحنا لم نكن نفتح الملف التونسي إلا بمعرفتنا بطيار الإخوان اللي احنا عارفينه صحيح يعني ده السبب بدنا نفتح الموضوع والشعب مصر المهتم عشان صحيح وعشان كده بقولك أنه جزء وعامل مؤثر جدا الخلافات الداخلية داخل الإخوان هناك مش عبد فتح مورو بس اللي استقال عبد الحميد الجلاصي وده من قبيلة الجلاص اللي هي من أكبر أكبر قبائل الأمازيغية وده كان داعم كبير جدا ونائب لراشد الغنوشي بيستقيل أيضا استقال أيضا واتهم راشد الغنوشي بالديكتاتورية والاستبداد يعني والفساد أيضا والفساد والفساد أيضا اتهمه بالفساد وقال أنه بتيجي صروته تنامت بشكل غير عادي ليس له أي مبرر الخلافات داخل جماعة الإخوان يعني هيكون لها دور كبير جدا في تفعيل الأحداث ضد جماعة الإخوان لكن أخشى ما أخشى أنه يحصل حوار مجتمع يترتب عليه إعادة انتخاب سيعود الإخوان إلى المشهد يجب أن يتم التحقيق مع الإخوان هناك وأنا أناشد الشعب التونسي وأناشد الحكومة يعني الرئيس التونسي باعتباره أصبح يعني يمسك كل مقاليد الأمور صحيح الأموال الكثيرة التي ذهبت إلى هذا الحزب وهي أموال فاسدة وجاءت من أماكن مشبوهة الجريمتين الاغتيال التي تمت ده كفيل بأن يتم منع هذا الحزب من العمل السياسي وفقا للدستور أيضا لأن الدستور هناك نص على ذلك وأن الحزب فقد مبرراته الشرعية هل تتوقع أنه يتم توقيف رشد غانوشي نفسه بتهم الفساد أنا أعتقد أنه ده أقرب إلى الحدوث أن يتم توقفه بسبب تهم الفساد لأنها بالإضافة إلى صلته بمصطفى خضر الموقوف حاليا فيه إذا تم هذا هل تتوقع أنه يحدث مصدامات دموية أعتقد ذلك وأنا تنبهت وتنبأت بذلك منذ أيام أو منذ ومين وقلت أنه بيبضلوا يتكلموا كلام حلو يقولوا إحنا الوسطيين وإحنا المعتدلين وإحنا الطيبين إلى نقطة معينة وبعد كذا يظهر الوجه الحقيقي الوجه الذي يحمل السلاح لأنهما بيعتبروا أنهم هم العقيدة مش كان الرشد الغانوشي بيقول إخوان مصر أغبياء مش راح تركيا وقالمت ارتكبته أخطاء إلا أن نفس الأخطاء يرتكبها ألا يتعلم لإخوان الدروس الماضي بشكل عام لا هم ليست لديهم قدرة على قراءة الماضي عموما قراءة جيدة وليست لديهم قدرة على قراءة الواقع وبالتالي ليست لديهم قدرة على تنبؤ بالمستقبل كانوا بيقولوا إحنا عايزين نصنع المستقبل طب ده أنتم مش عارفين تتنبؤوا بالمستقبل أساسا يبقى هتصنعوا المستقبل إزاي فطبعا هم ليه ما بيستفدوش في حاجة في عقيدة الإخوان إحنا كلنا لازم نعرفها إنه لما بيحصل فشل ما بيدرسوش أسباب الفشل فبيقولوش إحنا فشلنا ليه إنما بيقولوا دي دي ابتلاء من الله ليميز الخبيث من الطيب عشان نبقى إحنا عارفين مين هيبقى كواسب ففضل ربنا في تقديره لو بيجي فشل يقول ده ابتلاء من ربنا يلقي المسئولية على الله سبحانه وتعالى وبعدين يقول للأفراد بتوعه رأبوا نفسكو هو أنتو ما صلتوش النهاردة الفجر جماعة هو أنتو فبالتالي يفضل الأخ وهو يعني يؤنب نفسه إنه هو كان على صغرى من الصغور وما أداش العمل كويس فأدى هذا إلى إنه هم فشلوا ده أمر في عقدتهم ودائما يقولوا نحن جماعة والله سبحانه وتعالى مع الجماعة قال في كتابه الكريم يد الله مع الجماعة فبما أن يد الله معنا إذن لا يمكن أن نفشل ويقولون المسألة مسألة إنه ينبغي أن نصل إلى المرحلة حتى إذا استيئس الرسل مرحلة لاستيئاس حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين واخديني الآيادين مستخدمينها شعار ويقولوا برضو وإن تنصر الله ينصركم إحنا ربنا ما نصرناش لي لأننا لم ننصر لا كيف لم ننصر الله يبتدي يعاتب الإخوة في مسألة الفرائد أو في مسألة أنت ما سمعتش وقطعت ينبغي أن تسمع وتطيع والسمع والطاعة والثقة في القيادة ويجعل هذه الأشياء من الدين فبالتالي يلقي بالمسئولية يقول أن السبب هو الله وأن السبب البشري هو أننا أخطأنا في الطريق إلى الله بطريقة أننا لم نتقرب إليه بالشكل اللازم فبالتالي أين الدين وأين الشريعة وأين الله من كل ما يجري من الإخوان يعني اللي يقول لك إسلام سياسي أو جماعة إسلامية أو جماعة دعوية ونحن جماعة دعوية نريد أن نحكم بالإسلام ولا نحكم الكلام اللي هم تاريخيا فين في السلوكات أنت قلت في البداية قلت أنه لم يختلف النهضة مع الرئيس على مسألة فقهية لم يختلفوا على تطبيق الشريعة لم يختلفوا على اجتهاد أو قياس وإنما اختلاف على أموال وفساد وسلطة إلى آخرهم حتى في الإخوان في مصر الإخوان في ليبيا الإخوان في الدين ليس له علاقة بالاختلافات الاختلافات هي متعدقة بالحكم هم عاوزين يوصلوا للحكم وبيعتبروا أن الوصول للحكم هو وصول للإسلام إلى الحكم لذلك أصدروا قبل ذلك من عام 2005 مثلا وثيقة فتح مصر التي كان قد نشرها الأستاذ حمد رزق في المصور وثيقة فتح مصر وهذا التعبير الذي اتخدمه محمد مرسي قبل انتخابات الرئاسة بيقول أقول عمر بن العاص أننا سنقوم بإعادة فتح مصر مرة أخرى هذا التعبير الذي استخدمه أكثر من مرة وكأن مصر دولة جاهلية وسيدخلها الإسلام ليفتحها من جديد في ذهنهم أن الإسلام كما جاء فيه رسائل حسن البنة وكما جاء فيه كتب سيد قب بما أن الإسلام غير مطبق فيه البلاد إذن حتى ولو كان هناك رجال لهم علاقة بالدين علما ومعرفة وفقها ودراية حتى ولو كانت الناس تصلي وتعبد الله وتصوم وتؤدي المناسك وكل شيء إلا أن الإسلام ليس له وجود لأن الإسلام الذي له وجود عندهم هو وجودهم هم في الحق ربنا لما يقول حتى للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أو ما على الرسول إلا البلاغ فأنت تتحول إلى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ده كلام موجه للرسول كان الإكراء شكله إيه؟ أنه كان بيلح في دعوة الناس القبائل التي تأتي للحج كان يلح عليها للدخول في الإسلام فاعتبر هذا الإلحاح من الله سبحانه وتعالى أنه إكراء فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وبعدين يجي ربنا يحدد لنا مجال للقتال هم ياخدوا يعمموه ربنا يقول لنا وقاتلوا في سبيل الله مين يا رب نقاتل مين؟ الذين يقاتلونكم اللجوم يقتلوكوا اللجوم يتخانقوا معاكوا دولة جاية تتخانقوا معاكوا قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ربنا ينهى عن الاعتداء تماما ليه؟ بينهى عن الاعتداء ليه؟ إن الله لا يحب المعتدين فأصبحت آية حاسمة في كل أمر إن الله لا يحب المعتدين فأنت تعتدي لما جمغتاله الشهيد إحشان بركات النائب العام أرادوا أن يستخلصوا من الكتب شيء فقالوا دفع الصائل فقالوا إيه دفع الصائل ده الولد المتهم الأول اللي خد إعدام وهو بيعترف اعترافات تفصيلية أخذت حوالي 15 صفحة عشان يضع في النيابة التأصيل الفقهي لهذه الجريمة فيقول دفع الصائل دفع الصائل أي أن النائب العام اعتدى علينا عندما أصدر قرارا بفضعة سام ربعة فبالتالي ينبغي أن نعتدي عليه وأن يقتل وقالوا أن دفع الصائل يعني هو صال علينا وجال فنحن نصول عليه مع أن مسألة دفع الصائل دي في القانون عندنا بنسميها الدفاع الشرائع عن النفس واحد داخل عليك علشان يقتلك من حقك أن أنت تدفع عن نفسك بالقدر الذي يطمن رد هذا الاعتداء فإن تجاوزت في رد الاعتداء يكون دا متجاوز حق الدفاع الشرائع عن نفسه تعقب عليه فأنت بتجي بتلبس طائية لأمر آخر طائية إيه لإيه اللي أنت بتعمله دا ويحاول يبرر مسألة القتل ويقول أن هذا المجتمع وقف ضد تطبيق الإسلام كيف وقف ضد تطبيق الإسلام وهو مجتمع مسلم أساسا هناك فارق يعني دا أنت موجود أساسا في الغرب وموجود في انجلترا موجود في أمريكا موجود في بلاد كثيرة هذه المجتمعات إنجازة جدلا زي يعني تيجي في مجتمعات في الهند مثلا بعضهم يعبد البقر أو ما إلى ذلك تعال حط ومع ذلك لا يجوز يعني لا يجوز على الإطلاق أن أنت تتكلم عن عنف واستخدام عنف واستخدام قتال في مجتمع آمن لكن أنت اتهمت بالجاهلية وقلت أن هذه الجاهلية هي أشد وطأة من جاهلية القرون الأولى يعني أنت عايز تقول أنها أشد من وطأة الجاهلية التي يبقى فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيبقى بالتالي تعطي لنفسك الحق بأن تقتل هؤلاء الناس الآمنين اللي هم عايشين في ديارهم آمنين مش مجرد أن أنت تدعوه خلاص يا عم أنا ماشي إحنا جاهليين يلا تعالى دعونا بقى دعونا بالحكمة والموعزة الحسنة قلنا كلمة حلوة قلنا آية جميلة لا يعرفش مش متربع على كلمة مش متربع على حاجة تاني خالص طب دكتور سلطر عايز بشكل عام مستقبل الإخوات يعني أنت أكتر أكتر مننا متابعة لكل التفاصيل والتحركات وهما بيقولوا إحنا عايشين في محنة دلوقتي وهذه المحنة بتحتاج إلى التغيير وإغلاق مكتب تركيا ورحوا على لندن والتنظيم الدولي بيدير من لندن لكن المجتمع نفسه المجتمعات العربية نفسها والإسلامية بدأت تكتشف حقيقة الإخوات أي إحنا بنبالغ ولا إحنا شايفين صح؟ وهم مستقبلوا براح فيه بصه طبعا الشعوب في العالم كلها دلوقتي تقريبا عرفت جماعة الإخوان معرفة صحية وداخل أوروبا حتى ننسى بدأت أول دولة أوروبية تحضر لكن هناك فرق ما بين معرفة الشعوب وإرادة المخابرات نفسها في عزيز دولة لأنه دا كانت من الكروت لبعض أجهزة المخابرات في الغرب بتلعب بي بتلعب بي وعايزة تستخدمه فمسألة إنها تحطله صوانة أكسوجين عشان تمديله في الحياة في مصر جمعت الإخوان إلى زوال وإلى انتهاء خلاص تعرضت لضربات أمنية في منتهى القوة وضربات مجتمعية وضربات مجتمعية دا الجديد دا الجديد لأن قبل ذلك دا كلها أمنية أصبت أنت بالكلمة دي قبل ذلك كانت كلها أمنية كان المجتمع مش مصدق كان الناس بتدخل في خيمة الانتخابات وهي مدارية وتدي للأخوان لقولوا دول بتوع ربنا لقولوا دول بتوع ربنا كانوا مخدوعين فيهم لكن لما تكشفت الأمور ووصل الإخوان إلى الحكم ما أصبح الصدام ما بين الشعب وهذه الجماعة فلذلك كانت الصدمات صدمات مجتمعية الصدام صدام مجتمعي بالإضافة إلى أنه يعني أنا يعني بقول أن جماعة الإخوان تغلق في مصر أبوابها الأخيرة خلاص آخر الأبواب وتغلقها بس مش محتاج أن احنا نقول الكلام دا ونمني نفسنا وإحنا شايفين الخطاب الديني بتاع جماعة الإخوان لا يزال له وجود يعني لا نستطيع أن ننكر ذلك فلذلك ينبغي أن تكون كما أن هناك مواجهة مجتمعية ينبغي أن تكون مواجهة فكرية والمواجهة الفكرية تعري هؤلاء فكريا وترد على المنظومة الفكرية لهم وتقوم بتفكيك هذه المنظومة ما يتعلق بفكرة الخلافة ما يتعلق بفكرة الولاء والبراء ما يتعلق بمعنى التكفير ما يتعلق بمعنى المرأة والمجتمع بغير المسلمين والمجتمع كثير من الألفاظ حتى اللي احنا ممكن بنستخدمها واستاذ نشأة ينبغي أن تزول في العلاقة ما بين المسلم وغير المسلم احنا بنيجي نتكلم على اخواننا المسيحيين وبنقول شركاء الوطن لا شركاء الوطن هو احنا شركة ده احنا واطن بمعنى انني مصري وهو مصري بغض النظر عن الديه مفيش شركة يعني تشوف انت فيه مجتمعات كثيرة في العالم فيها تعدد في الاديان عمرنا سمعنا مثلا في امريكا والانجلترا انه يجي يقول اخواننا مثلا شركاء الوطن حتى الهند اللي فيها المسلمين واللي يقولوا شركاء الوطن تعمير شركاء الوطن ده تعمير متخلف جدا يجب الا نحزفه يجب الا نحزفه العلاقة يعني كثير من الاشياء يمكن ان الاظهر اتحرك لها مؤخرا في اخر مؤتمر اتعامل حقيقة كان فيه بعض قفازات جيدة زي مسألة رأيهم في ولاية المرأة في ولاية غير المسلم رأيهم في الخلافة ما انها فرع من الفروع ما انها لا علاقة لها بالدين اصلا لكن يعني المهم ان فيه تقدم المؤسسة الدينية مطلوب منها ان تتقدم اكثر واكثر وان تتصدر المشهد وان تقوم بعمل كبير النخب الثقافي النخب المثقافي انت تعرف فالمانيا لما بعد الحرب العالمية التانية كان يجب ان يتم داخل المجتمع الالماني مواجهة للنازية كان بينعقد في العام الواحد اكتر من في العام الواحد اكتر من سبع تلاف مؤتمر في كل انحاء المانيا لاكتساس الفكر لاكتساس الفكر نفسه وصدرت قوانين لاكتساس الفكر نفسه الفكر النازي فبالتالي الكتب والافلام كل هذه الاشياء اشتركت ليس لمواجهة تنظيم لكن مواجهة فكرة قام عليها تنظيم وهم قاموا على افكار الحقيقة لا لا قتلها بالاسلام فكرة القتال وفكرة لما نفاجأ استاذ ناشاءت مع تقديري لكل اعلامي لما الولد اللي اتمسك في الوحاة الليبي وجي معه احد الاعلاميين الكبار وبيقول له انتو بتقتلوا ليه فيقوم الراجل المسماري الارهابي يرد على الاعلام يقول انه الرسول حارب اعمابه فيقوم الاعلام يرد عليه ويقول له علشان كفار هو دي مثل المعاني دي لا الرسول لم يحارب اعمابه عسان كفار لم يحاربهم اصلا الرسول كان مغزوا حتى تعبير الغزوات محتاجين نغير كثير من المصطلحات هل تصدق ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغزوا احد هل تصدق ان غزوة بدر ذهب الكفار الى المشركين الكفار الى المدينة للرسول الذي هاجر وترك المكان ترك بلده وذهب لكي يكون امنا في دعوته الى بلد اخر في المدينة فجم وراه علشان يحاربوه فهم اللي كانوا جايين غزاه وبعدين جم في احد عشان يكونوا غزاه وبعدين جم في الخندق عشان يكونوا غزاه وبعدين الروم جم في تابوك وجم في مؤتة غزاء للجزيرة العربية وبعدين حنين تيجي قبائل العرب تتجمع وتيجي غزاء يعني اسم غزوة في غير محله في غير محله طبعا ده ربنا سمى حنين ويوم حنين سمها يوم ما سمهاش وغزوة حنين ما فيش اسم غزوة في قوة لا ما فيش اسم غزوة في قوة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم في يوم مين اللي سمها غزوات بصد انت تفكرت المشكلة عندي عمالة فاكرة تبكلم انت كلامك منطق جدا اننا بي لم يغزو واننا بكان بيدافع ففكرة غزو احنا غزوة مؤتة غزوة تابوك غزوة بدر غزوة احنا كلنا غزوات ودرسينا غزوات فانت بتقولي ان المفروض مش اسمه يبقى غزوة فانت تعرف كمان في حد سألني قال لي الله طب ما هو جاهز الجيش بتاع اسامة بن زيد وكان صبي عنده 17 سنة قبل ان يموت النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب الى الشام صحيح صحيح لم تكن غزوة انما قال له وابحث في كتب التاريخ وفي كتب السيرة وفي الاحاديث اذهب الى ارض الشام واطئ بجيش كارد الشام ثم عد ايه السبب السبب انه كان في اعتداء من الروم اللي كانوا مع الغساسنة امة الغساسنة في الشام وكانوا متواطنين في هذه المنطقة فكانوا بيجوا غزاة الى الجزيرة العربية فكان يجب ان تكون هناك رد فعل يقول لهم بقى في دولة هنا لها جيش هنا ما ينفعش تيجوا تعتدوا لا ما كانش فيه مجتمع دولي يحاكم او يوقع عقوبات على من يقوم بالاعتداء على دولة اخرى فعشان كده ما قالوش اذهب اغذو ادخل واخد لا اوطئ بجيش كارد الشام ثم عد عشان عشان يبقى فيه موقف بس يبقوا معارفين انه فيه جيش وفيه قوة ما تقدرواش تيجوا مرة تانية انما مين اللي سمها غزاة هو من الذي كتب السيرة الذي كتب السيرة عرب لديهم ثقافة يستخدموا الثقافة بتاعتهم العرب دول بينتموا الى قبائل القبائل دي كان بتقوم الفكرة بتاعتها على ان القوي يقوم بالاعتداء على الضعيف اذا بلغ الرضيع لنا في طامن تخر له الجبابر ساجدين مسألة الفخر بالقوة لذلك تجد حتى في السير اشياء مبالغة جدا عن انه قوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانه شال نقلة وانه ضرب مش عارف ايه وعمل ايه ولذه قوة سبعين رجل اه واربعين رجل مش اربعين رجل بس من اهل لا ده اربعين رجل من اهل الجنة وفخر بقوة جنسية اشل دي الاشياء كان يمروا على نسائي اه يعني كأنه في حد كان بيتجسس عليه يعني يعني وبيشوفه يعني مع انه حياء الرسول عليه الصلاة والسلام كان حيي كان لا يخبر عن هذه الاشياء لكن شوف هو عايز يفتخر ففي الفخر تم من ثقافة العرب يعني اه فلذلك اول كتاب في السيرة كان ابن اسحق سمال مغازي استخدام مش استخدم تعبيري السيرة لا استخدم تعبيري المغازي مغازي النبي مش الغزوات مش اه ما هو المغازي غزوة على مغازي على مزوات المغازي هنا ده لانه هو مش عايز يقول انه ده كان بيتعرض ده كان متهض ده كان بيتحارب ده كانوا بيجوا لا ده هو حتى السرايا يعني حتى لما كان يرسل مجموعة عشان تدعو قبيلة من القبائل كانوا بيسموها سرايا لما جوم بعد كده الذي كتب هذه السيرة سمى المجموعة لراحة سرايا وتعبير السرايا مستخدم عندنا في القتال انما دي كانت مجموعة رايحة مسترية دعاة دول دعاة دول رايحين يدعوا للإسلام فمسألة تغيير المصطلحات هنا متعلقة عن واقع الحقيقة متعلقة بالثقافة العربية التي قامت بصياغة أسيرة النبي في البداية بس عايزة جراءها اه طبعا عايزة جراءها وقوة انا اثمن انتوا هنا في تن الحقيقة استخدمتم أوقات كتيرة ووضحتوا وقلتوا وجدتم مفكرين وما زلتم يعني بتقومهم بدور رائع بس ده محتاج حركة مجتمعية وعايز جراء وقوة هو احنا نتكسف لما نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغزوا أحد ولكنه كان مغزوا هنتكسف ليه هنتكسف لو جينا قلنا ده الدنيا هتقلب عليك ويقول لك السورة الخرباء ويقول ما فيش حاجة اسمها غزوات هيقوله صح هايقوله طيب هو لما يجي يكون في حديث ورد عليه برضو شيخ الأزهر وكويس انه رد عليه اللي هو الحديث بتاع امرته ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا صلاة ويقاتوا الزكاة فاذا قالوها عصموا مني دماؤهم ومعوالهم فلما جيت ببص بعض العلماء او الفقهاء قالوا ده آل يقاتلوا ما قالش يقتلوا اي عمم او في الآخر منسوب اليه انه قال يعصموا مني دماؤهم واموالهم انما الحكاية لا حتى لو ورد هذا الحديث في البخاري انا اصدق القرآن الكريم وانك لعلى خلق عظيم وانا اصدق القرآن الكريم فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضلا غليز القلب لن فض من حولك وانا اصدق القرآن الكريم عندما قال لا اكره في الدين واصدق ان النبي طبق هذه الآية لا اكره في الدين واصدق ولا اصدق اي واحد يخبرني ان الرسول فعل غير ذلك يعني حتى لو كان البخاري حتى ولو كان البخاري ده حتى علماء الحديث في زمن البخاري في كتب طلعوا فيها اعداد من الحديث انكروا فيها هذه الحديث حتى مسلم تلميذ البخاري فعل ذلك ايضا ولم يعتمد على كثير من الحديث التي وردت في البخاري وقال انها غير صحيحة بسيحنا في بلادنا مننعف لكم البخاري لا حرج علينا الدين ليس فيه حرج لان انا افهم النص القرآني حتى فهمنا للنصوص القرآنية استاذ ناشئت هو القرآن نص نزل من الله المطلق فبالتالي القرآن نصا مطلقا لكن انا انسان نسبي كل الباقي نسبي هفهم القرآن ازاي بعقلي نسبي وزويتي وانت هتفهم القرآن ازاي بزويتي وقرآن حمال اوجه وقرآن حمال اوجه صحيح فبالتالي لانه دائم العطاء في كل جيل وفي كل مجتمع ولكل ناس وكل زمن ومكان حتى ان يعني هم بيستدلوا دايما على انه الشافعي غير فقه عندما جاء الى بسك لانه تسمح بذلك فلما اجي اقول لا جماعة احنا ينبغي لما اجي استنكر حديث يا استاذ نشأة بعست بالسيف بين يدي الساعة وجوعي لرزقي تحت ظل رمحي كده كأننا جعلنا النبي قاطع طريق الرزق مرتبط بالسلاح لا غلط الرسول عليه الصلاة والسلام داعية ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وليس بالسيف والرمح لذلك احنا لما بنستنكر على اخوان تونس اللي قتلوا شكري بالعيد ومحمد البرهمي بنقول ان هم ما طلعوش سلاح اصاده شكري ممسكش سلاح شكري تكلم شكري ناصري محمد البرهمي او العكس محمد البرهمي ناصري وشكري يسار المهم انه كانوا بيتكلموا انت طلعت تقصدهم بالسلاح وتحاول ان تستند الى الحديث بعزت بالسيفة بين يدي الساعة لا خطأ ده خطأ على الاطلاق ينبغي ان نجرد الدين منه وان نفهم الدين في سياقه وفي سياق مجتمعه بس انما اللي احنا اللي هم عملوا اللي الاخوان عملوا والله في كل لحظة استاذ نشأت الواحد يعني يأسى مما يعني من اكثر الناس الذي اساء الى الاسلام هم جماعة الاخوان اقسم بالله ان جماعة الاخوان هي اكثر جماعة في التاريخ اساءت الاسلام واساءت القرآن واساءت منذ ايام انه ظلمنا الخوارج حينما وصفنا الاخوان بناهم خارج هذا الزمان فمرتكبه الاخوان في هذا الزمان اخطر مما ارتكبه الخوارج في تلك الازمينة الغابرة بشكل بدي صدقت الخوارج بالنسبة الاخوان حمائم يا عبد تعبير الخوارج بالنسبة للاخوان كان الخلاف بينهم مع سيدنا علي بن ابي طالب في مسألة فهم بعض نصوص في الدين ولما نقشهم ارسل عبدالله ابن عباس ونقشهم ونقشهم في حروراء اه حروراء حوالي هم كانوا 30 الف معتصمين عشان اللي يتكلموا عن اتصام ربعة لا خرج منهم 3000 واحد اقتنعوا برأي عبدالله ابن عباس وقالوا صح انت صدقت ولما استمروا راح سيدنا علي بن ابي طالب عمل دول خالفوا قانون الدولة وخالفوا نظام الدولة في حروراء واعتصموا وقتلوا احد الصحابة وبقروا بطن زوجته صحيح فام راح اكتسوهم سيدنا علي بن ابي طالب قتلاهم جميعا قتلاهم قتلاهم جميعا اه اللي هرب منهم هو فضل يحمل دعوة الخوارج لكن دول هنيجي نقول اصل وناس تعايت وتقول ربعة ومش ربعة لا يجب ان نبين حقيقة ما حدث فيه ربعة كان عتصاما ارهابيا مسلحا باعترافهم كل هذه الاشياء ينبغي ان تظهر بشكل واضح نحن شعبي ينسى ينبغي ان يتم تذكير الناس في كل محظة بجرائم هذه الجماعة دكتور صلوة الخرباون شرفتني وسعيد جدا والحوار لا بد ان يكون ممتدا ولا بد ان تعيدني ان يكون هناك حوارا اخر واستكمالا حوار مفتوح لانه انا استمتعت بالحوار والاستماع والمعلومات والتحليل شكرا لحضرتك شكرا يا سيد مرشان وشهدان الكرام انتهى وقتي دمدن في امان الله اشتركوا في القناة